القدس العربي التقو النقلا عن وولد ستريت جورنال فاغنر ترسل منقبين إلى شمال ووسط مالي ما الهدف إذن من إرسال هؤلاء أكدت صحيفة وولد ستريت جورنال أن شركة فاغنر الروسية وسعت نطاقة دخلها في مالي بإرسال خبراء جيولوجيين إلى مالي للتنقيب عن المعادن في شمال ووسط جمهورية مالي وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الإعلام المالي تحدث مؤخرا عن توصل فاغنر لاتفاق مع السلطات الانتقالية المالية يقضي بامتلاك فاغنر نسبة 78% من أسهم الشركة الوطنية المسؤولة عن تعدين الذهب وتكريره في مالي وكان رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ستيفن تاونسند قد أكد في حديث أخير له أن مالي تدفع لشركة واغنر مبلغ 10 ملايين دولار شهريا مقابل خدماتها الأمنية مضيفا أن حكومة مالي ستضطر للمتاجرة بالموارد الطبيعية من أجل الاستمرار في دفع هذا المبلغ الضخم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر